مشروع ليلى تم تقديم هذا العمل لكم بدعم من شعرت ليلى بالفخر الشديد وهي تحضر حفلة كريم جدها اللامع وليد فقد اخترع سيارة مميزة فاستحق بجدارة التكريم والجائزة وعند العودة ركبت مع جدها في سيارته الفريدة وطرحت عليه أسئلة عديدة قالت يا جدي ما ميزة هذا الاختراع الذي أقر بروعته بالإجماع؟ تبسم وقال هذه السيارة توفر النقودة لأنها تستعمل الماء وقودة وصناعة سيارات مثلها فكرة مميزة مثيرة فهي تخفف من مشكلة الاحتباس الحراري الخطيرة تعجبت ليلى وقالت ماذا يعني هذا الاحتباس؟ ولماذا يشكل خطرا على حياة الناس؟ قال الجد بدأت هذه المشكلة مع التقدم العلمي والثورة الصناعية فقد أنتجت تلوثا شكل خطرا على الكرة الأرضية فانتشار غازات مضرة مثل غاز ثنائي أكسيد الكربون أثر على غلاف الأرض الجوي وأحدث ثقبا في طبقة الأزون حزنت ليلى لما يحدث لأرضنا الجميلة وقررت عمل شيء فلابد أن تجد الوسيلة خطرت لها فكرة وضعتها موضع التنفيذ في البداية أخبرت أخاها الكبير سخر منها وقال من نحن حتى نحدث التغيير؟ ثم حدثت أصدقاءها في مدرستها الابتدائية لكنهم لم يأخذوا الأمر بجدية عادت إلى المنزل وهي تشعر بإحباط شديد ولجأت كعادتها إلى جدها الطيب وليد استمع لكلامها وقال علينا أن لا نفقد الآمال فمن الفشل الأول علينا أن لا نخاف وإنما نعتبره خطوة على طريق تحقيق الأهداف لماذا لا تستعملين وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر للقيام بحملة توعية شعارها القادم أخطر تشرحين الأسباب والحلول لمشكلة الاحتباس وتخاطبين أكبر عدد من الناس قالت ليلة رائع هذا الاقتراح سأبذل ما في وسعي كي أحقيق النجاح بدأت بالتواصل وسعدت عندما شاهدت الأصدقاء والأقارب تحمسوا للموضوع فأغلبهم متفهم ومتجاوب منهم من زرع الأشجار في كل حديقة وفناء لدورها في صحب غاز ثنائي أكسيد الكربوني من الهواء ومنهم من وجد الحل باعتماد المنتجات الموفرة للطاقة واستخدام الكهرباء بتحضر ولباقة بعضهم خفف من ركوب السيارات واتخذ إجراءات وقائية مثل المشي على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية بعد أسبوع من العمل وبعد وصول ليلة إلى مدرستها بقليل تفاجأت بإدارة المدرسة تقوم بتكريمها لجهدها النبيل ألقت ليلة كلمة شكرت فيها إدارة المدرسة والمعلمات والمعلمين وبينت أن الفضل يعود لأصدقائها الرائعين النهاية تقسنا تقسنا اشتركوا في القناة